يعني طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر عندنا مباراة ودية بكرة مع منتخب تنزانيا يمكن اخر مباراة فارس كسبنا 1-0 بالتأكيد مرحلة محتاجين فيها التفاف حول المنتخب محتاجين ننحي الخلافات جانبا لان الحقيقة بعض جميل النادي الاهلي او نادي الزمالك واحيانا بيكونوا محقين في بعض التصرفات من مسؤولين عن ملف الرياضة المصرية بتشوف ان الامور واستعرضنا اخطاء كتير يعني لملف الرياضة المصرية ومسؤولين كتير بتدخل الاهواء والانتماءات فبعض الجميل بتحس ان لأ المنتخب ده صلاح حلق اهو اه لا مديع حلقة امم عفراتي صور مباراة بتاعت الامم ديو اه اه فانا يعني هاي كان وصل لمرحلة كان لازم تحلق صلاح يعني صلاح حلق والله نتمنى يا فارس بالفعل يعني المنتخب ده يحقق بطولة يمكن كان فيه يعني الردق فعال سلبية حوالينه لما اتخذ مواقف كده في 2019 كان ممكن بزكاء اللاعبين اللي موجودين في المنتخب يعني يصنعوا الالتفاف حوله لان الحياة البعض يقولك اصل المنتخب ده ما بيحصلش حولينا الالتفاف لأ الاداء في الملعب شفنا قد ايه البطولة اللي فاتت حتى لما اصيب كابتن محمد الشيناو في موراد كوتي بوار كمل ابو جبل كنا بنطلع هنا بنشيد بالاداء اللي قدم ابو جبل كنا يعني ملتفين والجماهير اللي تفت حول المنتخب قدم اداء قدم هوية للمنتخب المصري الحقيقة اللي هي بتكون ايه قلب رجل واحد بص انا عايز اقولك حاجة الناس قلتها البطولة اللي فاتت قبل امم افريقيا دي قلت براهان الناس هتفضل تقول المنتخب وكذا كذا اول ما الناس تحس ان المنتخب دخل لأدوار حسمة وقادر يعمل حاجة وقادر يحقق اللقب قلت وشوف حالة الالتفاف والاستقطاب تجاه المنتخب هتم عامل بالزفر وفعلا انا كنت بشوف ناس عاما تقول لا اصل احنا اصل منتخب اصل لعيبة اول ما المنتخب دخل في الجد كنت بشوف نفس الناس دي في حالة حماس وحالة القهاوي والشوارع يا جماعة مع احترامي الناس بس بتنسى تعال ارجع 2006 2008 2010 شوف الشوارع الناس كتب تخرج ازاي شوف مباراة صعود مصر الكاس العالم لا ده في 2008 لا قريب انا مش عايز اروح لبعيد ده 2008 2010 فارس احنا كنا بنطلع في الشارع بعد كل مباراة انا لسه متذكر جيدا بعد نفوز على الجزائر اه على الجزائر 4-0 دي في 2010 ده في كاس الامم في كاس الامم اه لسه متذكر جيدا قد ايه مصر وشوارع مصر احتفلت وكاننا حققنا البطولة الناس هتقولك ان ده كان 2010 لا المنتخب ده 2017 انا بقولك كانت حالة غير طبيعية مع الصعود مع كاس العالم شو متشاط المنتخب في كاس العالم حالة المتابعة يا جماعة اصل تشجيع المنتخب انت مع الوقت انا بقول الناس واخدى القصة والناس المنتخب صدقوني مش حالي يعني القصة اكبر من ان انت هتقول الناس شجع المنتخب هو طبيعي ان انت تشجع المنتخب بس انا بقولك بمجرد ما الناس تشوف المنتخب بيلعب وبينافس واللعبة بتعمل اللي عليها هتلاقي كده عارف الادرينالين اشتغل والحالة الوطنية وفكرة العالم اللي بتدور عليه في الشارع عشان تجيبه وفكرة ابنك اللي عايز تروح ترسم له عالم مصر وفكرة خروج الناس في الاهاوي والشوارع بعد الفوز هتحصل بس البداية من عند المنتخب بالزبطية دي نحن لا احنا مركزين متفقين في نقطة دي وقلناها كذا مرة موقفكم في 2019 هو العمل حالة اللي هو الانفضاد اللي حصلت او الاختلاف اللي حصل على موقف في 2019 كنتوا بالزكاء تتخطوه لكن لما شاركتوا في بطولة دولة مفرقية وقدمتوا مستوى وبتصل المورة النهائية حتى وانتوا بتخسروا اللقب كان كل جمهير كرة القدم المصرية دعم موقفكم وحاسن انتوا عملتوا لعليكم فعملوا لعليكم هتلاقوا الالتفاف حتى لو بعض الاختلافات على بعض الناس المسؤولة في ملاب في الرياضة الناس وقتها بتتجاوز ده باللي انتوا بتقدموها لأرض الملع يا جماعة الشعور الوطني في كل شيء هو المحرك والباعث ليه في نفس اي مصري واحد مجرد ما تحس ان بلدك في قطر منتخبك في شيء مهم كل ده هتلاقي المشجع المصري وراك ومعاك بس ابدأ من عندك انت